أهلا أحبائنا مرة تانية كنا سامريا صالحا وإحنا عم نشاهد الأخبار بقلب مدمي وبحزن شديد على ما حدث في تركيا وسوريا في البداية نقدم التعزيات ونصلي من أجل كل العائلات اللي فقدوا أحبائهم ربنا يعزيكم ربنا يقويكم وربنا ينظر إليكم وبالحقيقة يعني تعتبر فاجعة مأساة وكارثة ما حدث في تركيا وفي سوريا أيضا نحن نصلي من أجل كل العائلات المتضررة نصلي من أجل حكمة للحكومات كيفية التعامل مع هذه المواضيع الصعبة وفي نفس الوقت يعني قلبنا يدمى على كل الناس اللي فقدت بيوتها وكثير من الناس إما عايش في الشوارع أو عايش بالمساجد أو في الكنائس لأنه حتى ما بيقدروا يرجعوا للبيت لأنه البيت ممكن ينهار في أي لحظة أنا عاوز أقول لكل شخص بشاهدنا أنه أنتوا في محبتنا بفكرنا وبصلواتنا أيضا ولكن أيضا الغرض من هذه الحلقة أنه نتحرك ونتكلم أيضا بشكل عملي والشكل العملي هو مش بس تعبير مجرد كلمات ولكن فعلا تكون حقيقة خلينا أقول في البداية أن تركيا أو هي كانت آسيا الصغرى وسوريا أو ولاية سوريا في أيام المسيح كانت تعتبر من أهم المناطق في أيام الرومان فمثلا تركيا يعني منشوف أنه مر فيها الآباء مثل إبراهيم ومثل يعقوب وفي سوريا أيضا منشوف تجديد واهتداء شاول الترصوصي اللي هو بولوس الرسول ومنشوف كنيسة أنطاكيا سوريا هي مع سوريا ولكن اليوم طبعا أصبحت جزء من تركيا في لواء اسكندرونا منطقة جميلة جدا تعلو فوق سطح البحر وكانت تعتبر من أجمل المدن في أيام الرومان وكانت تعتبر تالت أكبر مدينة في الإمبراطورية الرومانية كانت مدينة حضارية ثقافية مدينة دينية بيكثر فيها المعابد وأيضا مدينة إدارية سياسية في تلك الأيام ولكن أنطاقيا أحبائي يعني مناطق الزلزال في منطقة الشمال كانت تعتبر مركز الإرساليات اللي تحرك منها برنابة وبولوس الرسول وزارها بطرس الرسول ولا ننسى في تاريخ الكنيسة أغناطيوس الأنطاقي أو الشهرة يحنى في ذهبي الفم وهؤلاء العمالقة منهم كمان كان أشخاص آخرون في أعمال 13 اللي منهم أنبياء ومعلمين أيضا كلهم من تلك المنطقة وطبعا فوق الكل إنه زارها بطرس الرسول والرسول بولوس يعني مش بس خالصة في منطقة دمشق ولكن الله اختاروا أن يكون رسول للأمم هذه المناطق اللي شهدت أمجاد الكنيسة الأولى هذه المناطق التي شهدت الإرساليات العظمة هذه المناطق التي شهدت المعجزات الخارقة والنفوس التي كانت تتكاثر وتزداد في العدد كل يوم هذه المناطق أحبائي نصلي إن مجد المسيح وحضور الله يرجع إلى هذه الأماكن اشتركوا في القناة